تراجع حصة دعم المواد الأساسية والمحروقات مقابل ارتفاع غير مسبوق في موارد الاقتراض الخارجية إلى أكثر من 15 مليار دينار ورفع الزرائب هي أبرز الإجراءات التي أصارت جدلاً واسعاً في موازنة عام 2023 ما يؤكد بحسب خبراء أن تونس هي الأعلى عالمياً في نسبة الاقتطاع الزريبي اليوم السلطة ما تعرفش أن هناك ملايين الأشخاص لا يدفعون الضريبة وهي بصدد الترفيع في الضغط الجبائي واليوم تونس هي أعلى ضغط جبائي في إفريقيا وهي الأولى وهي أعلى ضغط جبائي في العالم قانون المالية الذي ضبط الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة جوبها بحملة رفزاً واسعة لما يمثله من إشحافاً في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال لكواهلهم بالذرائب في ذل غياب سامن لرأية استراتيجية قادرة على إنعاش الاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة تدعياتها كبيرة برشاة المستهلك خاطر هو الوحيد اللي بيش يدفع القسط الهام والأكبر من قوة الضرائب اللي يجيت عليش على خاطر بش نشوفه نسق تصاعد متاع اتفاع سعار بش نشوفه تدهور أكثر القدرة الشرائية نجريتها ذي ما أنت بزيدوا يغرقوا الشعب ذي الناس بزيد تموت ما عادش فهمة يعني يزيد كل شيء خلص فيه المواطن زل علي قانون المالي أنت على كبش ينحي الدعم الدعم سمحني بش توصل الناس تخلص الفتر يا أختي رايش شهريم تاحها منتعصة 800 و600 والعباد عندها ثلاثة واربعة صغر ويقرأوا يأتي ذلك في وقت اللوحة فيه الاتحاد العام التونسي للشغلي بتنظيم احتجاجات حاشدة واحتلال شوارعي رفضا لموازنة التقشف كما هدد المحامون بما وصفوه بالعسيان الضريبي في مؤشرات تنظر بانفجار اجتماعي وشكة أمام موجة الانتقادات لقانون المالي أجمع الكثير من الاقتصادين والمنظمات الوطنية على رفضه مشيرين إلى أن القانون لا يحقق الجدوى ولا يستجيب لتطلعات التونسيين بقدر ما سيزيد من تعميق الأزمة سميح البغانمي تونس الميادين